في الجولة الثلاثين من الدول الفرنسي حقق نادي باريسان جيرمان اتصاراً ساحقاً على مضيفه نيس لكن جماهير الفريق الخاسر استقبلت المدرب السابق كريستوف غالتيي بعاصفة من الشتائم لم يمر وقت طويل على ذلك قبل أن تشرح إذاعة منتكار الفرنسية أو تنشر تفاصيل جلسة جمعة جوليان فورنيي المدير الرياضي السابق لنيس مع المدرب غالتيي في أغسطس عام 2021 عندما كان الأخير مدرباً لنيس يشكو كثرة وجود لاعبين من السود والمسلمين في صفوف الفريق الإذاعة نشرت أن غالتيي وصف فريق نيس بالحثالة مبرره في ذلك أنه لا يوجد سوى السود ونصفهم في المسجد أيام الجمعة بحسب قوله مضيفاً أنه لا يمكن أن يكون هناك كثير من السود والمسلمين فريقنا لا يتوافق مع هذا ومع ما يريده الناس يقول المدرب الفرنسي وقد رد غالتيي على اتهامات الإذاعة بأن في أنا لم أقول هذا يقول مؤكداً عن طريق محاميه أنه ينأى بنفسه تماماً ويطعن بحزم في الاتهامات الموجهة لا وأنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تجاه ما قيل بشأنه لكن مصادر فرنسية إعلامية ذكرت أن باريسان جرمان شرع في فتح تحقيق داخلي حول الموضوع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد تفعل مع هذه التسريبات تسريبات إدعاة منتكارو بصباح أبو بيلسان يقول إذا صحت هذه التسريبات فمن المفروض أن تكون بمثابة شهادة وفاته كروياً حسب توقعه بينما شكك السليم قبي في التسريحات لأن المدرب جالتيه كان يعتمد على بوداوي وعطال والأكثر من ذلك أنهما تألق في منظومته لذلك تبقى هذه التسريحات مشكوكاً فيها لأنها لا تتناسب مع الحقائق بحسب استنتاجه ونختم بتعليقة محمد عاشوري الذي قال إن علاقة غالييابي اللاعبين العرب والمسلمين طبيعية ما يزيد من احتمال أن تكون هذه التسريحات مجرد إشاعات على أو بحسن